كنا بغين كونين فرحانين في هات الدنيا اولا سعادة لكن الكثير ديال الناس تقولك ما عارفش عليش الدنيا شدة معي الضد تنجيها من اليمن تنجيها من الشمال تنجيها من الفوق تضرب لي من التحت ما عارفش الدنيا عليش شدة معي الاكس ما عمرها بدقود معي وهذا هو اللي مخليني انا ما عمرني عايش السعادة في حياتي واش فعلا الظروف الخارجية هي تتخلينا ما نكونوش سعادة في حياتنا والسعادة عندها علاقة بأمر داخلي لان اكبر خطأ تدري هناش في السعادة هو انها تيرطوها باشياء تتلقى وحدة تقولك شتي انا ما عمرني غنكون سعيدة الا لاتزوجت او لا واحدة تقولك شتي انا ما غنخدم وانحقق ذاتي غادي نكون سعيد او او غيرها لكن هنا ما تيرطوش لبال انهم تيرطوش لبال انهم تيرطوش بجوجة اللحظات وموقف قبل ما انهم يوصلوا لهذه الحاجة ومن بعد ما يوصلوا لها فقبل ما يوصلوا لها تعيشوا في حيرة وفي ألم واش غنوصلوا ولا ما غنوصلوش اها ومن هتي يوصلوا تعاودوا يعيشوا في حيرة واش غادي تبقى ولا غادي يفقدوها فبتالي لبقيت تكون سعيد في هذه الحياة هذه ما تربطها بالتشي حاجة ربطها بانك تستمتع في كل لحظة من حياتك ربطها بانك تكون مرتاح في امور حياتك وأهم حاجة تخلص منها لبني تكون سعيد هي اكترة الفهامات حيات الناس القدام تقولوا ما في لهم غير اللي تيفهم والفهامة هنا ما تنقصوش بها المعرفة والعلم والدكاء وهذه الحوجات هذه كاملة وكنت نقصدو بها حاجة وحدة اللي هي احنا كنت نقولوه دهوي خاوي او في التحليل بزاف دي للقياس او الفهيمية او غيرها يعني دهكن الناس اللي تحللوه كتر من القياس تقولي واحد كلمة تخرج منها كلام كتير إلا ما يخرج منها جرائد ومجلات تتقولي واحدة او توقع واحد الموقفة بسيط وطريف وعادي ما تخليش هكاك وكنت يزيد كبر منو وكتر منو فبالتالي إلا بغينا نعيشه السعادة في حياتنا لا ده بقاوش نحللوه كتر من القياس ونفهموه غير ذاك شي اللي تقالينا بشكل مباشر ونحن نتلقى بكم في حلقة اخرى اشتركوا في القناة